حضراتكم مرة تانية يا سلام سلم الشبكة بتتكلم ده كان تعليق دايما اعتقد ممكن تكون سمعته او بتسمعه في العربية تحديدا لو بتسمع اذاعة الشباب ورياضة او ربما في التلفزيونات سواء قناة النيل الرياضة او التلفزيون المصري للمعلق الرياضي المتقلق الكابتن خالد عبد الشفيع اللي منورنا النهاردة في الستوديو منور الدين يا كابتن خالد نورك كابتن هنا انا سعيد اولا لمعاك احد اهم الاعلامين الرضيين في مصر وعلى المعربي زميل هاني هاتحوت منور الدين يا كابتن خالد نورك حبيب الفيهات حلوة كده بنسمعها اول ما بتسمعها تعرف ده غير طبعا التون الحلو ان ده خليد عبد الشفيع اللي بيعلق على المتشار الله يخليك كابتن هاني يعني الحمد لله ده ضفيق الله سبحانه وتعالى والقبول والحضور ده من عند الله برضو سبحانه وتعالى وانا اكتب اكتب عن نفسي فترة من فترات فعلا كبيرة جدا في فترة تواجد مع الازعى المصرية زعت شباب الرياضة اللي انا بعتبرك اتصح بتفضل علي يا بعد الله سبحانه وتعالى في هذا المجال مجال التعليق اللي هو عرف الناس باسم خالد عبد الشفيع معلق رياضي وبعد كده طبعا قناة النيل الرياضة في 2005 بداية شباب الرياضة 2002 لما تم الاعتماد بلجنة برئاسة الستاذ عمر بطيش رئيس الازعى المصرية في زاكة التوقيت طبعا وقال رئيس شباب الرياضة في زاكة التوقيت أولى مباراة كانت الجلدي والاتحادسة كانت في زاكة الفيوم كانت أول مباراة لن أنساها كان معايا الإعلامي والإذاعي الأستاذ زوائي العيسى كان مزيع معايا في ملعب الفيوم دي أول مباراة لي أول مباراة زوائي العيسى طبعا كل السلام والتحية لي الراجل الجميل طبعا الإذاعي الجميل وطبعا إذاعة الشباب الرياضة دي ذكريات لا تنسى يعني مباريات كثيرة دايما على مستوى الأحداث سواء كانت محلية أو عالمية علقت على ماتشات كثيرة قوي في الدوريات المختلفة بالضبط الدور المصري في مواسمه المختلفة بالضبط ايه الدور اللي ما تنسهوش وتحب دايما ذكرياتك معاك معلق كابتن خالد يعني في دوري 2009 ده ما نسهوش كنت متواهج الحمد لله في فترة دي ومن 2007-2008-2009 الثلاث مواسم دول كنت وصلت الفورمة مواسمة جدا وطلعت تاني أفضل معلق في مصر في استفتاء إزاعة شباب الرياضة بعد الراحل أستاذنا الكبير كابتن محمود بكر الله يرحمه وكان فيه تنافس كنت تتشرف في هذا التنافس طبعا في ذلك التوقيت ولكن هو طبعا فرقه هو أكيد هو فرق طبعا عني بكتير لأن ده أستاذنا وعملاق في مجال التعليق وشرفت أن أكون وصيف الكابتن بكر في هذا الاستفتاء والاستفتاء للإزاعة المصرية إزاعة شباب الرياضة زكريات جميلة أوي الشباب الرياضة دي ويعني إزاعة هي مدرسة مدرسة بتخرج عمالقة أعتقد فاتشرفت أن أنا اشتغلت معهم كتير كل الناس العمالقة واللي ناجحة في المدر الرضاية حاليا موجودين طبعا حالك منهم من أبناء إزاعة شباب الرياضة قدمت كتير وكتير على مر العصور فعلا لكل المتابعين ومطلقيها وما زالت الحمد لله وقفة حتى الآن إزاعة شباب الرياضة التون الحلو ده برضو ده يعني جينات الحمد لله والدي ربنا شفيت والدك يا رب يدي له الصحة والعافية أعتقد الصوت برضو الواحد بيعرف ياخده من الأب يعني ممكن ممكن طبعا أنا فعلا صوتي قريب من صوت الوالد ده اللي شفيت يعني الحمد لله يا رب إيه أهم بطولة تفتكرها على مستوى التعليق تذكرها بأحداثها تذكرها بأهدافها أنا بشوف كمان فيديوهات لك على اليوتيوب بتعلق على مباريات قديمة قوي من الزمن اللي حتى ممكن تكون معلقتش عليه في فعلا فيكونك ممكن شاب